كمان الدكتور مصافة مدبولي رئيس مجلس الوزر عقد اجتماع لاستعراض النتائج والتوصيات الأولية لتقييم عمليات نظام التأمين الصحي الشامل اللي أعدها البنك الدولي وكمان نتائج إدراسة الاكتوارية لفحص المركز المالي والاكتواري للمنظومة المقدمة من أحدى الشركات العالمية المتخصصة في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروع طيب إيه هو الإحصاء أو الحزبة الاكتوارية علشان نبقى فاهمين مع بعض ومشين مع بعض واحدة واحدة العلم الاكتواري هو علم حسابات التأمين أو علم إحصائيات أو إحصاءات التأمين وده يعني مبحث علمي بيستخدم أو بيستخدم الطرق الحسابية والإحصائية لتأدير حجم المخاطر في قطاع التأمين والصناعات المالية ده بخصوص يعني هذا المصطلح مصطلح الاكتواري هنكمل باقي أخبارنا أو نكمل باقي الخبر في هذا الاجتماع اجتمع فيه وزراء الصحة المالية كمان الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة الدكتور أحمد السكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية كان حضر أيضا الدكتور أشرف إسماعي رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية ومي فريد معاون وزير المالية وعدد من المسؤولين في البنك الدولي والشركة العالمية المتخصصة استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد على ما توليه الدولة المصرية من اهتمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاع الصحة يمكن لفت كمان إلى تكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس الجمهورية بأهمية المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق هذه المنظومة المهمة والتقييم الدائم لها سعيا للحصول حصول المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة ومن تطبيق المنظومة على خدمات صحية متكملة ذات جودة عالية مش بس كده العمل كمان على استمرارية الخدمة وجودتها أشار وزير الصحة خلال الاجتماع إلى جهود التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ويمكن في هذا الصدد تحدث أيضا عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية العمل على تجهيز المنشآت الصحية تباعا في المحافظات المختلفة المستهدف دخولها في تطبيق المنظومة سعيا للحصول على عدد أكبر من المواطنين على الخدمات الصحية المتكملة من خلالها